موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعنوين المقاومة تسيطر على نقطة الدحي وتبتي الخوعى والأرانب وتتقدم في الحصب والمسراخ بتاعس نائب الرئيس يلتقي قيادات القطاع الصحي ويؤكد أن علاج جرح الحرب جبهة لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية موسيقى طيران التحالف العربي يستهدف مواقع ميليشي الحوثي والمخلوع ويدمر عدة آليات بمناطق قيف تردع موسيقى مرحبا بكم سيطرت المقاومة الشعبية بتاعس اليوم على نقطة الدحي أو ما يسمى لدى أبناء تاعس بمعبر الموت الذي تستخدمه ميليشي الحوثي والمخلوع لإذلال المواطنين باعتباره أحد منافذ المدينة الهامة هذا واستعاد أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني تبت الخوعى وتبت الأرانب غرب مدينة تاعس فيما لا تزال الشبكات مستمرة حتى اللحظة في معظم مناطق الجبهة الغربية كما دكت دبابة ومدفعية المقاومة مواقع ميليشي الحوثي والمخلوع في الجبهة الغربية للمدينة كما هذا وكان رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية قد شنوا هجوما شريسا على مواقع تمركز الميليشي المتمردة في البعرارة والحصب وحبيل سلمان غرب المدينة للمزيد حول تطورات الأوضاع العسكرية والميدانية في تعز معنا مراسلنا من تعز محمد يوسف مرحبا بك محمد يوسف ضعنا في أبرز التطورات الميدانية في تعز اليوم أولا أستطيع أن أحيي الجميع وأقول بدأت أجل اليوم عجوم قوية من قبل الميليشيات كانت تهدف من خلاله السيطرة على المناطق الغربية في مدينة تعز ولكن رجال المقاومة والجيش الوطني استصدوا لهذا الهجوم وحولوه إلى هجوم المضاد وخلال اليوم نستطيع أن نقول أنهم طهرون مطنع الزعطاها بمنطقة الحصب غرب المدينة وفرّت الميليشيات باتجاه منطقة الزقل وكما دارت اشتباكات شرسة بين رجال المقاومة مسنودين بالجيش الوطني وميليشي الحوثي والمخلوع في أكثر من منطقة ولكن في هذه المنطقة المنطقة الغربية سيطر رجال المقاومة والجيش الوطني اليوم على تبث الخوعة وتبث الريال وتبث الأرانب وجوار مصنع أهزاء طهناجي طبعا كثير من الميليشيات فقدوا حياتهم وخطنوا 37 وقرح العشرات من هذه العناصر وميليشيات المخلوع تحصيل الاشتباكات اليوم ما الأهمية الاستراتيجية محمد ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه المواقع التي استعادتها المقاومة والجيش الوطني اليوم في تعيس والله يستطيع أن نقول أن هذه المناطق لمدة وخاصة منطقة الحسب لمدة ما يقرب من عشر أشهر كانت الميليشيات فقد رتبت هذه المناطق وحفرت الخنادق ورتبت الخناطة واتهدفت كل شيء في هذه المناطق هذه المناطق اتعادتها هي تد اتعادة المنطقة الغربي وفك الحصار على مدينة تعز نعم الزميل تشرف على جامعة تعز وتشرف على منطقة الدحي وتشرف إلى منطقة الصاطر نعم شكرا لك الزميل ومراسلنا في تعز تعز الزميل محمد يوسف كنت معنا شكرا لك استطاعت المقاومة الشعبية اليوم أن تأخذ زمام الأمور وأن تحول الهجوم الذي شنته ميليشي الحوثي والمخلوع إلى هزيمة للميليشيا وهجوم مضاد للمقاومة باتجاه مواقع ميليشي الحوثي والمخلوع لتحرر عددا من المواقع الهمة المزيد في تقرير مراسلنا محمد يوسف ليلة عصية عاشها سكان تعز فالقصف قد استهدف المدينة بكل الأسلحة والميليشيات تعد لهجومها بالجبهة الغربية فتصدت لها المقاومة بكل شجاعة وبسالة وحولوا الدفاع إلى هجوم وأذاق الأعداء الويل الله أكبر لله الحياة تم الآن تطغير مصنع هزة طاعة تبت الأعرانب تبت الإريال تبت القوعة في الجبهة الغربية في محمد تعز وتطهير تعز إن شاء الله من مجموعة الخوافيش الحوثة الله أكبر الذين ظلوا يعثلوا في الأرض فسادا ويحرقون الحرث والناس تقدم أفراد المقاومة ومشط المواقع والثكنات بشجاعة وإقدام وسيطروا أولا على تبة الخوعة التي تسيطر وتتحكم بمنفذ الموت الذي فرض الحصار على سكان المدينة وشارع غزة المقاور لها اليوم تقدم والهجوم تقدم محاول في الجبهة الغربية من جبهة التأثير في محور الدحي وفي محور الحصيب وفي محور المدينة تقدمنا بفضل الله سبحانه وتعالى بهذه حجهات الثلاثة وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف يتم تحرير المنفذ الغرفي مدينة تعز اشتعلت المعارك بقوة وفتحت المقاومة أبواب الجحيم على الميليشيات التي تخسر كل يوم من أفرادها وعتادها ومواقعها فالمقاومة أعلنت التقدم إلى الأمام وللأمام فقط تاعز ستتحرر وسيستعيد أبناؤها كل شبر سيطرت عليه الميليشيات وستعود حرة سلمية وعاصمة للثقافة وسيتخلص السكان من الحصار وسيخرجون فرحين منتصرين بعد إزاحة غبار المعركة فالحق معهم ولهم كما يقولون محمد يوسف لقناة سهيل تعز قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مواقع ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية في منطقة الغزاول بلقروض صبر واستهدفت الغارات تجمعا للميليشي المتمردة في منطقة المطالمة أسفر عن سقوط قتلى وجرح في صفوف المتمردين وقصفت مقاتلة التحالف مواقع الميليشي بمعسكر اللواء 22 مدرع بالجند وأسفرت المعارك اليوم عن مقتل 37 وجرح العشرات من عناصر ميليشي الحوثي والمخلوع فيما ارتقى خمسة شهداء وجرح تسعة من رجال المقاومة والجيش الوطني إلى ذلك تواصل القصف العشوائي الذي إلى ذلك تواصل يتواصل القصف العشوائي الذي تشنه ميليشي الحوثي والمخلوع على الأحياء السكرية وسط المدينة ما أسفر عن جرح 12 مدنيا دارت اشتباكات شرسة بين رجال المقاومة مسنودين بالجيش الوطني وبين ميليشي الحوثي والمخلوع في محيط منزل المخلوع والتموين العسكري بتعز على إثر هجوم لرجال المقاومة والجيش الوطني على مواقع تمركز الميليشيا ولا زالت الاشتباكات مستمرة فيما تمكن الفريق الهندسي في المقاومة الشعبية من تفكيك شبكة ألغام في بعض المنازل في حي الكمب كما صد رجال المقاومة والجيش الوطني هجوما لميليشي الحوثي والمخلوع على حي زهراء وكلابة شرق المدينة وأجبر عناصر الميليشيا على الفرار وفي عزلة الأقروض بالمسراخ شن رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني هجوما على مواقع ميليشي الحوثي والمخلوع ومن خلالها شن رجال المقاومة هجوما أقدم على تطهير جبل المقضى بعد أن تكبدت الميليشيا العديد من القتلى والجرحة فيما صد رجال المقاومة والجيش الوطني هجوما شرسا للميليشيا المتمردة على دار مزعل بالشقب وجه نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خليد بحاح بضرورة الإسراع في استكمال ملف الجرحة ووضع الحلول العاجلة لهم والبت في التعاقد بشكل عاجل مع بعثة طبية بمستشفى الجمهوري وقال بحاح خلال لقائه بقيادات القطاع الصحي في عدن إن ملف الجرحة يعد أهم أولويات الحكومة ووزارة الصحة معتبرا الجانب الصحة جبهة ثانية خلال الصرعات لا تقل أهمية عن الجبهات العسكرية وثمن بحاح الجهود التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والسوداني والقطري وصندوق دعم المرضى الكويتي الذي كان لهم دورا كبيرا وفعالا في إنعاش القطاع الصحي في المحافظة والمحافظات المجاورة أشاد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بالصمود الاسطوري الذي سجله أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية من أبناء محافظة تعز في مواجهة آلة القتل بالميليشيا الانقلابية طيلة الأشهر الماضية والتي أذهلت جميع المراقبين رغم فارق القوة وقال نائب القائد العلى للقوات المسلحة خلال لقائه عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية من أبناء محافظة تعز إن التاريخ لن يرحم الميليشيا الانقلابية جراء مجلته في حق اليمن بشكل عام ومحافظة تعز بوجه خاص وأن النصر قريب لأبناء المحافظة الشجعان الذين يدافعون بكل بسالة عن أراضيهم وأعراضهم من الغزاة الانقلابيين وأكد الفريق الأحمر أن الرئيس ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شقيق يونيان المحافظة اهتماما وأولوية قصوى وشدد اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيفها لوضع حد للوضع الإنساني المأساوي في تعز وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وعودة السلطات الحكومية لممارسة مهامها واستكمال دمج المقاومة الشعبية في المؤسسة العسكرية والأمنية أقر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن توزيع المهام الإغاثية على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ونقلت وكالة سبع عن وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح قوله إن الاجتماع أقر توزيع القطاعات الاقتصادية على الإمارات والتعليم الكهرباء على قطر والغذاء على الكويت على أن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة شريكا أساسيا وفاعلا في جميع القطاعات كما أقر بأن يكون مكتب اللجنة العليا للإغاثة في العاصمة المؤقتة عدن مقرا فرعيا للمكتب التنسيقي لدول مجلس التعاون الخليجي وأكد فتح أن الدول المسؤولة عن القطاعات ستعقد ورش عمل لمناقشة وتشخيص مشاكل القطاعات وتحديد المطلبات وشركاء التدخل الإنساني من الدول الأخرى للتنفيذ وقال إن المجلس سيعقد جلسته خلال مارس الجاري لإقرار ما تم الاتفاق عليه والبدء بعملية التنفيذ أكد وزير الخارجي السعودي عادل الجبير إن مجلس التعاون الخليجي يجدد التزامه بمواصلة جهوده في عملية الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في جميع المناطق وأكد على الذي من شأنه تعزيز التنمية والاستقرار في اليمن والذي يأتي انطلاقا من إدراكه بأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الخليج واستقراره جاء ذلك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض على ضوء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وثمن وزير الخارجية السعودي دور الاجتماعات الوزارية في تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تجمع دول المجلس بالجمهورية اليمنية الشقيقة التي تسهم في دعم سبل التعاون وتطويرها في مختلف المجالات قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة حريصة على إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني وإيقاف آلات الدمار والقتل وإنهاء عملية الانقلاب وذلك من خلال استئناف العملية السياسية من حيث توقفت وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلع وأكد المخلافي خلال استقباله بمكتبه في السفارة اليمنية بالرياض وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية السيد توماس شاتون والوفد المرافق له أكد أن الحكومة تنشد السلام لكن الميليشيا لم يكن لديها نوايا سليمة للحوار وإحلال السلام ولم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه في مشاورات بييل السويسرية وقال الوزير المخلافي إن الميليشيا تحمل مشروعا انتقاميا لكل من يخالفها الرأي ويخالف سياستها التدميرية التي طالت المؤسسات الأمنية والعسكرية والمنشأة الحكومية ودمرت البنى التحتية وهي تفرض أجندتها الخارجية وتزدع الرعب في أوساط المجتمع وطالب وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول الأعظام في مجلس الأمن الدولي ممارسة المزيد من الضغوطات على الميليشيا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 22-16 وإمقاذ أبناء الشعب اليمني من أوضاع الاقتصادية متطلعا لإسهام الولايات المتحدة وكافة الدول في قضايا الإغاثة والقضايا الإنسانية وإعادة الإعمار ما دمرته الحرب التي كانت الميليشيا الإنقلابية سببا رئيسيا فيها نفى المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن أحمد عسيري ما تنقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات بين مسؤولين سعوديين وميليشيا الحوثي مؤكدا أن لا تفاوض مع أي طرف خارج الشرعية اليمنية ونقلت فضائية الحدث عن عسيري القول بأن التحالف يتواصل مع القبائل الذين طلبوا تهدئة على الحدود اليمنية السعودية بغية إيصال المساعدات للمحتاجين وأكد أن قيادة التحالف ترحم بأي خطوة إيجابية في اليمن إلى ذلك قال عسيري إن المجتمع الدولي لا يمارس أي ضغوط على الميليشيا الإنقلابية لرفع الحصار عن تعز إلى ذلك ناقش وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبح اليوم مع السفير الياباني لدى اليمن كاتسيوشو هياشي إمكانية تقديم اليابان إجهزة ومعدات طبية للمستشفيات اليمنية نظرا للوضع الصحي الصعب الذي باتت تعيشه عدد من المحافظات وخاصة محافظة تعيس وتطرق اللقاء إلى الوضع الحقوقي ودور لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في هذه المرحلة الهامة وأهمية دعم اللجنة لتقوم بالدور المنوط بها من جانبه أكد السفير الياباني أكد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وترسيخ السلام وعودة مؤسسة الدولة إلى وضعها القانوني قبل الانقلاب وأعرب عن إدانة اليابان لكل إجراءات القمع والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الانقلابية من حصار وقتل واختطاف نظم نشطاء سياسيين وحقوقيين يمنيين أمس وقفة احتجاجية أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف تنديدا بانتهاكات ميليشي الحوثي والمخلوع ضد المدنيين واستمرت الوقفة لساعة طويلة في ساحة الكرسي المكسور تزامنا مع انعقاد فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المدينة السويسرية طالب المحتجون الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها وقرار مجلس الأمن الدولي والقيام بدورها كما يجب بزاء الانتهاكات اليومية من قتل وتنكيل بحق المدنيين واشددوا على ضرورة فك الحصار عن مدينة تعز وتسهيل وصول الإغاثة العجلة والأدوية الطبية وتوفير المياه للمدنيين المحاصرين منذ أشهر كما عبر المحتجون عن استيائهم من تورط حزب الله في الأعمال الإرهابية داخل اليمن استهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات ليلة أمس أطقما وعتاد عسكري لميليش الحوثي والمخلوع كانت في طريقها للغيل استهدف هذا واستهدف طيران التحالف طقما للمتمردين الحوثيين في طلعة الشقب برط وأكد شهود عيان احتراقه بمن عليه وكانت مواجهات اندلعت مساء أمس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مديرية الغيل بين الجيش الوطني المسندين بالمقاومة الشعبية وبين ميليش الحوثي والمخلوع كشفت مصادر لقناة سوهيل إن ميليش الحوثي والمخلوع مارست أشد أنواع التعذيب بحق القيادي في التجمع اليمن للإصلاح بمديرية برع بمحافظة الحديدة سليمان حمود البرعي ما أدى إلى استشهاده قبل أيام فيما لا تزال تتحفظ على جثته وترفض تسليمها لأسرته وعرضها على طبيب شرعي من هنا كانت سيارته تمر باتجاه القرى والمدارس إذ كان الموجه التربوي الشهيد سليمان حمود البرعي مشروع تنوير وحياة وحرية طالما رافقني بسيارته في تغطيات صحفية إلى مديرية برع تنقل بصادر من داخل سجن الميليشيات في المروعة بأن ميليشي الحوث والمخلوع كانت تجر جثة سليمان من عنقه بسلسلة وتمر به على بقية رفاق دربه في الحرية لذا محاولاتها انتزاع اعترافات كذب منهم بالقوة والترويع ترفض الميليشيات حتى اللحظة تسليم جثته لطبيب شرعي بل ترفض تسليم سيارته لأطفاله رأس ماله الوحيد لتلاميذ مدارس برع لأطفال سليمان والدكم جلد القتل بابتسامته بعشقه للحرية لم يمت سليمان البرعي ميليشي الحوث والمخلوع هي من مات فيها الضمير والآدمية صمود سليمان البرعي في سجنه حتى الموت ستدرس للأجال القادمة سنحكي لهم كيف قضى سليمان ورفاق دربه في الحرية داخل سجون القتلة سنحكي لهم عن جيل لم ينكسر في سجون الجلادين دفاعا عن وطن عبدالحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية أكدت مصادر خاصة وصول جثمان المختطف حميد محمد صالح أوضى إلى ثلاجة المستشفى الجمهوري بمحافظة المحويت بعد أن سارق الحياة في جراء تعذيب وحشي من قبل ميليشي الحوثي في سجن اقتطفته بمديرية شبام وقالت المصادر إن المعتقل عوضى كان يقبع في سجن ميليشي الحوثي بإدارة أمن مديرية شبام حيث تعرض للتعذيب الشديد من قبل ميليشي الحوثي الإرهابية فيما لا يزال عشرات من المختطفين يمارس ضدهم أشد أنواع التعذيب وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها بعد وفاة الأكاديمي محمد عوضى تحت التعذيب في إحدى محتقلات الحوثي السرية بمديرية شبام كوكبان وكانت مصادر حققية كشفت عن تعرض عدد من المختطفين للتعذيب الشديد داخل قبو حفرة ترابية بمنزل القيادي الحوثي علي محمد شرف الدين بمديرية شبام كوكبان وأن أحدهم أصيب بالشلل جراء التعذيب المروع أكد نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية جنرال مسعود جزائري على أن نظام طهران يدعم ميليش الحوثي والمخلوع المتمرد في اليمن على غرار تدخله العسكري في سوريا وورد جزائري على سؤال لمراسل وكالة تسليم الإيرانية بشأن بشأن إرسال طهران مستشارين إلى اليمن لدعم ميليشيا الحوثي الانقلابية مثلما فعلت بسوريا وبتصريح فطفاض يؤكد تدخل النظام الإيراني السافر بدعم المتمردين ونشر الفوضى وقال الجنرال في المقابلة التي نشرتها الوكالة أمس الثلاثاء إن طهران تشعر بواجب مساعدة النظام السوري وتشعر أيضا بواجبها لمساعدة الشعب اليمني تقصد ميليش الحوثي بأي وسيلة بوسعها ولأي مستوى ضروري وتؤكد تصريحة المسؤول العسكري الإيراني التقارير بشأن تورط إيران في دعم ميليش الحوثي والمخلوع التي اجتاحت العاصمة صنعا في سبتمبر 2014 وانقلبت على الشرعية لتتمدد إلى مناطق ومحافظات أخرى وكشفت الحكومة اليمنية في تقارير سابقة عن أدلة لتورط إيران بدعم أذرعها الإرهابية من ميليش الحوثي التي فشلت في مشروعها الانقلابي بعد تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية ودعمه للجيش الوطني والمقاومة الشعبية شن طيران التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتجمعات وأليات لميليش الحوثي والمخلوع في مناطق متفرقة في قيفة ردع بمحافظة البيضاء وأفادت مصادر محلية إن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحة وتصفية نقطة استحدثتها الميليشيا في منطقة المدارج بين منطقتين خبزة والزواب كما دمرت الغارات دبابة للميليشيا الانقلابية في منطقة الحشيعة القريبة من جبل الثعلب ودبابة أخرى في منطقة الحايض كانت الميليشيا تقصف بها منازل المواطنين في قرية الزواب بالإضافة إلى تدمير رشاش 23 في أعلى جبل الجميدة كانت الميليشيا تستهدف به أهالي قرية الزواب جاء ذلك بعد قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع بقصف منازل المواطنين في قرية الزواب بشكل عنيف وهستيري بصواريخ الكاتيوشة والمدفعية الثقيلة والدبابات وقطع جميع شبكات الهاتف المحمول عن المنطقة استشهد اليوم الطفل دحان محمد الزواب أحد عشر عاما وأصيب إثنان آخران في قرية الزواب بقيفة رداع بمحافظة البيضاء برصاص قناص من ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في محيط القرية هذا وتواصل الميليشيا الانقلابي حصارها وقصفها العنيف والعشوائي على منازل السكان في قرية الزواب لليوم السابع على التوالي وقنص كل ما يتحرك في القرية وقالت مصادر محلية إن الميليشيا استهدفت اليوم خزانات مياه في أسطح منازل المواطنين بهدف إخضاع أهالي القرية وإجبارهم على السلام إلى ذلك سقط قتلان وأصيب أربعة من ميليشيا الحوثي والمخلوع في هجوم للمقاومة الشعبية على نقطة للميليشيا في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وصل وفد من قيادة المقاومة الشعبية بمديرية عتمة إلى مركز المديرية وقرية رخمة لتقديم واجب العزاء لأسرة شهدي المقاومة في جبهة ميدي إسماعيل محمد عليه السلام وأهاني قائد سعيد الغابري والذين استشهد في الأيام القليلة الماضية في ميدي الذي يدير بالذكر أن قيادة المقاومة خلال الفترة المنصرمة قامت بزيارات عديدة مماثلة إلى مختلف قرى وعزل المديرية وشاركت المجتمع بزياراتها الواسعة التي تنوعت بين زيارات ميدانية لأفراد المقاومة والإسهام في حل بعض الخلافات والنزاعات كرمت رابطة الإعلاميين اليمنيين وشبكة سهم الفنان اليمني علي السعداني وذلك في حفل نظم بالعاصمة السعودية الرياض يأتي هذا التكريم بعد فوز الفنان علي السعداني وحصوله على المركز الأول في البرنامج الترفيهي كالكلا على شبكة قناة المجد الإسلامية بمشاركة العديد من الفنانين والمهوبين حيث فاز بسيارة موديل 2016 تبلغ قيمتها 170 ألف ريال سعودي وشارك العديد من الفنانين والإعلاميين والصحفيين والناشطين اليمنيين في حفل التكريم موسيقى 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 العصيب له عدة دلالات من هذه الدلالات أن اليمنيين إذا خرجوا من الوطن أبدعوا وأن في بلدنا الكثير والكثير من المواهب المدفونة التي ما أن تتاح لها الفرصة حتى تبدع وتوصل للرسالة وتعكس وجه مشرق لليمنيين بأنهم ناس مثقفين ومتحضرين وليسوا كما يشع عنهم بل أنهم هم أهل التراث وأهل الثقافة وأهل الفن والإبداع أنا سعيد أن اليوم نكرم هذا الفنان وأنا سعيد أن نحتفي به وسنحتفي بالكثير من المبدعين الإعلاميين والفنانيين والمنشدين إن شاء الله خلال الأيام القادمة احتفاءنا اليوم بالفنان علي السعداني هو احتفاء بالإبداع اليمني بالموهبة اليمنية بتميز اليمني أينما ذهب اليمنيون إذا ما خاضوا غمار المسابقة والتنافس فإنهم يحصدون المراكز الأولى الأخ علي السعداني خاض تجربة فنية مع مجموعة من المتسابقين تميز فيها في العرض المسرحي بكل أنواعه وأشكاله في الأمسيات في الندوات في ورش العمل في الفلاشات في كل محطاته طوال 45 يوما كان نموذجا مشرفا لليمنيين وكان نموذجا مشرفا في الإعلام الهادف ليحقق رسالة أن اليمنيين متميزون وجادون وعمليون وقادرون على الإبداع وعلى التميز نحن نفتخر اليوم ونبتهج بعلي السعداني ابتهجنا بوطننا الذي أخرج علي السعداني مناضلا ومجاهدا ومقاوما في كل الميادين ابتداء من ثورة 11 فبراير وإلى اليوم وسيستمر يواجه بالكلمة وبالموقف وبالدراما وبالفلاشات وبكل ما يستطيع من الإمكانات ليوصل رسالته بشكل جاد وفاعل ومؤثر لليمنيين عموما أقيم صباح اليوم في قاعة مجمع الدوائر الكبرى بسيئون حفل إشار مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية برعاية من محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك وكيل ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ عصام بن حبريش الكثيري وبحضور الشيخ عمرو بن حبريش العلي رئيس حلف قبائل حضرموت وفي حفل الإشار تحدث الوكيل الكثير عن مناقب الشهيد سعد بن حبريش وعدد من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لأجل حضرموت مشيرا إلى مسيرة التنمية التي سلكها الشيخ الشهيد سعد بن حبريش والتي تمتد هذا اليوم إلى تضحية بماله في سبيل تنمية حضرموت وارتقائها كما أشر الكثير إلى أن مؤسسة المجتمع المدني تسطر في هذه الأيام وهذه الظروف الخاصة أروع الأمثلة الصادقة في خدمة وادي حضرموت كما تحدث رئيس مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي في حفل إشهار المؤسسة التي تحمل اسم والده الشهيد سعن بن حبريش تحدث في كلمته لأن هذه الخطوة التي تأتي في إطار أنشطة حلف قبائل حضرموت لتنمية حضرموت بواديها وساحلها أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن ارتفاع درجة الأخطار والتحديات أمام القطاع الخاص وانتعاش السوق السوداء بالمقابل ما يحين مزيدا من اليمنيين إلى درجة تحت خط الفقر التقرير التالي يضعنا على التفاصيل أشار التقرير الدوري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إلى إغلاق 26% من منشآت الأعمال في المناطق الأكثر تأثرا بالحرب وإغلاق 42% من المنشآت التي تملكها المرأة ولفت التقرير إلى أن 95% من منشآت الأعمال المغلقة تعرضت للدمار المادي سواء كان الدمار جزئيا أو كليا وفقدت منشآت الأعمال العاملة في المناطق الأشد تأثرا بالصراع أكثر من 70% من زبائنها في المتوسط وعز تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إغلاق منشآت الأعمال إلى الدمار المادي الذي خلفته الحرب منشآت القطاع الخاص وخاصة في محافظات أبيا وتاعز وحجة وعدا وصعدا وصنعا وبحسب الدراسة التي قدمتها وزارة التخطيط اليمنية انخفضت ساعات العمل من نحو 13 ساعة ونصف الساعة يوميا قبل مارس 2015 إلى 6 ساعات ونصف وبتراجع يفوق 50% بينما سرحت 41% من المنشآت نحو 55% من موظفيها في المتوسط هذا وتراجع اليمن في تقرير ممارسة نشاطات الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويا من المرتبة 165 عام 2015 إلى المرتبة 170 في العام 2016 ليكون اليمن موضي من أسوأ 20 دولة بين 189 دولة شاملها التقرير وأفد تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بأن تجار السوق السوداء والتجار الذين تتوافر لديهم مخزونات كبيرة من السلع أثناء الأزمات هم الذين يحققون أرباحا طاغلة بسبب ارتفاع أسعارها وفي المقابل يكون المواطنون العاديون الأكثر تأثرا بالأزمات قامت جمعية معاذ عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتاعز اليوم المفتوح لأبناء الشهداء وتهدف الفعالية لتقديم الدعم النفسي لأطفال الشهداء وإخراجهم من جو الصدمات النفسية التي عاشوها بسبب فقدان أقاربهم في الحرب ويشمل برنامج اليوم المفتوح فقرات في الرسم والمسرح والألعاب وأنشطة ترفيهية مختلفة هذا اليوم المفتوح نشاط من أنشطة مركز ساند للدعم النفسي والاجتماعي اليوم المفتوح نستهدف فيه أسر الشهداء وأبناء الشهداء الأطفال لنا فقرات متعلقة بأطفال الشهداء تعمل على تخفيف من آثار الصدمات النفسية عليهم تعمل على أيضا التنفيذ عن ما في أنفسهم عبر برامج مختلفة مسرح الطفل الرسم بالألوان بعض الفقرات الفكاهية والألعاب ثم في المقابل لدينا أيضا فعالية خاصة بأمهات الشهداء وبدويهم في كيفية تجاوز الصدمات النفسية في التعامل مع الطفل مسرتنا انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها المقاومة تسيطر على نقطة الدحي وتبتي الخوع والأرانب وتتقدم في الحصب والمصراخ بتاعس نائب الرئيس يلتقي قيادات القطاع الصحي ويؤكد أن علاج جرح الحرب جبهة لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية طيران التحالف العربي يستهدف مواقع ميليش الحثي والمخلوع ويدمر عدة آليات بمناطق قيف التردع للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاشتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله